بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإذن الله بشرى خير لأهالي محافظة الأحمدي ومبارك الكبير بعد لقاءات وتنسيق مثمر بإذن الله مع الأخ وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي دكتور علي المضف بالإضافة إلى دكتور يعقوب ليعقوب وكيل وزارة التربية وعميد كلية التربية الأساسية دكتور فريح العنزي توصلنا بإذن الله أن يتم افتتاح أحد الأفرع لكلية التربية الأساسية في محافظة الأحمدي وبإذن الله تخدم الآلاف من الطلبة والطالبات وهذه بشرى خير بإذن الله الآن نحن في طور التنسيق للحصول على مدرسة خلال الأيام القادمة في محافظة الأحمدي وكل الشكر لوزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لدعم هذه المبادرة بالإضافة إلى وكيل التربية الدكتور يعقوب ليعقوب وأخص بالذكر والشكر والتقدير للدكتور فريح العنزي حيث كانت مبادرة وتسهيلة لجميع الأمور وتوفير البيانات عام الأساسي للوصول لتحقيق هذا الهدف المنشود الكلية أو الفرع الذي سوف يفتح سوف يكون في محافظة الأحمدي ويخدم طلبتنا القريبين من محافظة الأحمدي من ضمنها محافظة مبارك الكبير وسوف يتم تجهيز مدرسة معينة لتقديم الخدمات التعليمية لكلية التربية الأساسية بالإضافة إلى كلية الدراسات التجارية وبإذن الله قد تكون نواة لتطوير هذه المنظومة في هذه المنطقة كل الشكر والتقديم مرة أخرى لكل من ساعم من مسؤولين بالإضافة إلى مجموعات تطوعية شبابية في المنطقة مبارك الله فيكم